إنه العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر والذي يمثل أمنه واستقراره جزءا من الأمن القومي المصري إنه السودان الشقيق الذي يربطه بمصر تاريخ مشترك حافل وحقائق جغرافيا الطبيعية والبشرية التي لا يستطيع أحد القفز عليها تتصف العلاقات السياسية بين مصر والسودان بمجموعة من الصفات التي ترسخ منها وتمنحها الصلابة في مواجهة المتغيرات ويبدأ التشاور والتنصيق السياسي بين القاهرة والخرطوم من القمة ففي جميع الحقب والمراحل كانت العلاقة المباشرة بين القيادتين هي الأقرب والأيسر دائما الرئيس السيسي طالما أكد في كل مناسبة ومنها لقاؤه برئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان على الموقف المصري الاستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنصيق مع السودان في مختلف الملفات محل الاهتمام المتبادل وفي أغسطس الماضي قام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بزيارة ناجحة إلى السودان برفقة وفد رفيع المستوى وتم التأكيد خلالها على التزام البلدين بتعزيز التبادل التجاري وتذليل العقبات التي تعترض انسياب الحركة التجارية والاتفاق على التعاون في مجال النقل وإعادة هيكلة هيئة واد النيل للملاحة النهرية ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها كذلك أثمرت زيارة مدبولي للسودان على أهمية المضي قدما في زيادة قدرة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من 70 ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات وفي مجال الصحة تم التأكيد على التعاون في مجال مكافحة الأمراض ومراجعة إطار عمل إرسال القوافل الطبية المصرية المتخصصة ودعم بناء القدرات في السودان وتعزيز استفادة السودان من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقية من فيروسي وفضلا عن العلاقة الثنائية متعددة المجالات فإن هناك الكثير من الملفات والقضايا الإقليمية التي يعد تنصيق مواقف البلدين بشأنها أمرا حيويا لصالح الشعبين والأمة العربية والقارة الأفريقية والمنطقة بكاملها وفي مقدمتها ملف مياه النيل التعاون بين دول حوض النهر لصالح الجميع ملف الأمن والاستقرار في حوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي ترجمة نانسي قنقر